تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله رسالة خطية من أخيه فخمة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين سبل دعمها تعزيزها في جميع المجالات إضافة إلى المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية والقضايا موضع الاهتمام المشترك وقد سلم الرسالة إلى جلالة الملك المفدى سعادة سيد بحر إدريس أبو جردا المبعوث الرئاسي وزير الصحة بجمهورية السودان يرافق سعادة أستفير كمال إسماعيل وزير الدولة بوزارة الخارجية خلال استقبال جلالة الملك المفدى له في قصص صفري هذا اليوم كما نقل المبعوث إلى العاهل المفدى تحياتي وتقدير فخامة الرئيس عمر حسن البشير وتمنياته الطيبة لمملكة البحرين ولشعبها المزيد من الإزدهار والتقدم فيما كلفه جلالته بنقل تحياته إلى الرئيس السوداني وتمنياته لشعب السودان الشقيق توم التقدم والتطور وقد رحب جلالة الملك المفدى بالوزيرين الزائرين مشيدا حفظه الله بعمق العلاقات البحرينية السودانية وبالمستوى المتطور الذي وصل عليه التعاون المشترك في شتى الميادين مؤكدا جلالته حرس المملكة على الارتقاء بهذه العلاقات تحقيقا لكل ما فيه خير البلدين ومصلحة شعبيهما الشخيقين من جانبه أعرب المبعوث الرئاسي السوداني على الشكر والتقدير لصاحب الجلالة على حرسه واهتمام جلالته بتطوير وتنمية علاقات البلدين الشقيقين مشيدا بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطور ورقي وما حققته من إنجازات متعددة بفضل قيادة جلالة العاهل المفدى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر